هناك قضية واضحة وواضحة لأي متأمل في عاشوراء عاشوراء نهضة كبيرة مشروع عظيم عاشوراء عمل خطط له رسول الله عاشوراء إمامنا الحسن المشتبى طيلة أيامه بعد أمير المؤمنين كان منشغلا بالتمهيد وصناعة الأرضية التي يمكن لسيد الشهداء أن ينفذ عليها مشروع الله الذي هو مشروع عاشوراء عاشوراء سيد الشهداء قدم ما قدم من الأضاحي حتى قدم نفسه لو لم يكن هذا المشروع المشروع الأعظم في الوجود فإن الحسين سيكون قد ارتكب فعلا سفيها لقد ضحى بكل شيء لأن عاشوراء مشروع الله لأنها هي المشروع الأعظم في الوجود جزء من هذا المشروع بل من أهم أجزائه معالم كربلا فكيف تترك هكذا من دون تخطيط من الحسين الحسين نفسه ومن قبله أمير المؤمنين ومن قبله إبراهيم الخليل اشتروا أرض كربلا إبراهيم الخليل اشترى هذه الأرض إبراهيم الخليل عراقي اشترى هذه الأرض من العراقيين الذين كانوا يعيشون فيها اشتراها للحسين واشتراها أمير المؤمنين للحسين واشتراها الحسين نفسه قد تقولون لماذا هذا التكرار في الشراء لأهمية المشروع كي نعرف بعد ذلك من أنهم يمهدون منذ زمان إبراهيم مشروع عاشورة مشروع عظيم جدا فوق تصورنا فهل يعقل أن تترك الأجساد وفيها الحسين وأن تترك أرض كربلاء التي سترفع إلى الجنان في يوم القيامة وستكون أشرف بقعة في الجنان تترك هكذا للأسديين الذين ما نصروا الحسين الذين جاءوا من الأسديين وأعانوا الإمام السجادة كانوا خيرتان مثلما حدثتنا العقيلة زينب وقرأت عليكم من كامل الزيارات من أن قوما لا يعرفهم فراعنة الأرض أخذ الله عليهم المواثيق أن يدفن الأجساد الطاهرة وأن ينصبوا معالم كربلاء مر هذا الكلام علينا في يوم أمس كيف نتصور أن الأجساد الطاهرة وأن معالم كربلاء تترك هكذا وتهمل حتى لو لم يكن بأيدينا من المعطيات التي تحدثنا عن الذي جرى بأدنى تأمل بأدنى تفكر كيف تقبل عقولنا من أن جسد الحسين يترك ومن أن كل شيء بعد الواقعة سيترك الحسين أعطانا أمثلة حين رمى بدمه إلى السماء ما نزلت قطرة واحدة وفعل الأمر نفسه مع دم رضيعه حينما رمى بدم الرضيع إلى السماء ما نزلت قطرة واحدة وفعل الأمر نفسه مع علي الأكبر الذي نعرفه بهذا الوصف قطعا لم يرد وصفه بالأكبر في كل زياراته وإنما هذا وصف نحن الشيعة نعرفه به علي الأكبر حقيقة هو الإمام السجاد علي الأكبر الذي نعرفه بالأكبر هو علي الأوسط أما علي الأصغر فهو عبد الله الرضيع المفيد وصف علي الأكبر بعلي الأصغر لجهله بتفاصيل الحقائق قرأت عليكم فقد وصف علي الأكبر بعلي الأصغر حينما تحدث عن قبره عند رجلي الحسين علي الأكبر بحسب الترتيب هو الأوسط أولاد الحسين كلهم علي إمامنا السجاد هو الذي يقول لو ولد للحسين لأبي لأبي الحسين لو ولد له ألف ولد لسماهم كلهم عليا أحلى الأسماء وأعذب الأسماء علي 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 أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل ستأخذني معطياتها بعيدا عن موضوع الحلقة فأقول أدنى أدنى تأمل في واقعة عاشورة في مشروع عاشورة يقودنا إلى أن تخطيطا دقيقا قد خطط لها وجزء من هذا المخطط أن يأتي إمامنا السجاد الذي هو الركن الوثيق الثالث من أركان عاشورة الركن الأول الحسن المجتبى الركن الثاني وهو قلبها قلب عاشورة حسين صلوات الله عليه الركن الثالث إمامنا السجاد الركن الرابع إمام زماننا قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا أن يأتي إمامنا السجاد كي يؤسس معالم كربلا هذه المعالم هندسة هندسة عقائدية واضحة فهنا الحسين وعنده علي الذي نعرفه بالأكبر إنه شبيه محمد خلقا وخلقا ومنطقا أبو الحسن علي ابن الحسين صلوات الله عليهم وهنا الشهداء وهنا حبيب هنا حبيب الأسدي وهناك هناك وهناك قمر بن هاشم هذا المخطط وهذه الهندسة لم تأتي جزافا هذا جزء من مشروع عشوراء هذا مخطط خططه أبو عبد الله والعباس كان شريكا في هذا المخطط حينما وقع هناك في المكان الذي وقع فيه هذا جزء من هندسة الواقعة وجزء من هندسة المشروع وجزء من هندسة المعالم العاشرائية الكربلائية فكيف يعقل أن الأجساد تترك هكذا من دون تخطيط كيف وصل جابر الأنصار في العشرين من صفر وهو في المدينة لم يكن هناك من بث مباشر لم تكن هناك شبكة اتصالات لقد رأى رسول الله رأى رسول الله في منامه أو في الحقيقة رأى رسول الله في المنام وأخبره من أن الحسين قد قتل فتحرك هجابر باتجاه كربلاء في الوقت الذي فارت فيه التربة في قارورة أم سلم برنامج مخطط كامل أغبياء مراجع النجف يقولون من أن جابر الأنصار جاء في السنة الثانية هؤلاء أغبياء مراجع النجف يقولون كيف علم بذلك لا شأن لنا بهؤلاء الثيران من أتباع المنطق الترابي السقيفي رسول الله هو الذي أبلغ جابرا وجابر تحرك ولما وصل إلى كربلة وصل في أيام الأربعين الكتاب الذي بين يدي مصباح الزائر لابن طاووس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قموا المقدسة في صفحة السادسة والثمانين بعد المائتين فصل في زيارة الأربعين وشرح ما ورد في كيفيتها هذه زيارة جابر وقال عطا الذي كان مرافقا لجابر فجابر للأنصار كان ضريرا وقال عطا كنت مع جابر بن عبد الله يوم العشرين من صفر فلما وصلنا الغاضرية اغتسل في شريعتها لاحظوا وصل في يوم العشرين من صفر في الوقت الذي وصل فيه ركب السبايا في العشرين من صفر لا تستمعوا إلى مراجع النجف وكربلاء الذين يشككون في زيارة الأربعين هذا برنامج خطط له رسول الله هو الذي أمر جابرا أن يتوجه إلى كربلاء أخبره بمقتل الحسين ورسول الله هو الذي أعطى التربة لأم سلمة ففارت في يوم عاشوراء هذه المعطيات التي وصلتنا وهي قليلة المعطيات الكثيرة لم تصلنا حتى وقعت الطيور حقيقية الطيور التي تخضبت بالدماء العاشورائية وذهبت إلى دار فاطمة العليل إذا أردنا أن نجمع كل هذه المعطيات فهذه ستكون حقيقية أيضا وكان انتقالها إلى المدينة بنحو إعجازي أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل لكن هذه الإشارات تخبرنا عن عظمة مشروع عاشوراء ومثل ما قلت لكم في الحلقات الماضية هناك شخصيات لم تشترك لأنها قد أمرت بمأمورية معينة فعطى يقول كنت مع جابر بن عبد الله يوم العشرين من صفار فلما وصلنا الغاضرية اغتسل في شريعتها إلى آخر كلامه حتى وقف عند رأس الحسين عند قبره هذا يعني أن القبور كانت مشخصة وجابر كان ضريرا ليس بالضرورة أن تكون قد بنيت وإنما شخصت على الأرض وبعد أن زار الحسين ذهب إلى قبر علي بن الحسين اتجه إلى زيارته ثم جاء إلى قبر علي بن الحسين فقال وزار والتفت إلى قبور الشهداء فقال وقال ثم جاء إلى قبر العباسي صلوات الله عليه ثم جاء إلى قبر العباس بن أمير المؤمنين وزار وصلى ودعا هذا كان في العشرين من صفر لما وصل جابر للأنصار إلى كربلاء هل هذه القضية قضية جزافية عمل تنظيمي واسع فكيف نتصور أن الأجساد قد تركت والإمام المعصوم موجود وهل يصعب شيء على الإمام السجاد الإمام المعصوم موجود بغض النظري هل وردت روايات في ذلك أم لم ترد المنطق هكذا يقول الفطرة السليمة هكذا تقول الوجدان النظيف هكذا يقول مشروع بهذه العظمة وبهذه السعة كيف نتصور أن يترك أهم جزء فيه الحيوانات اشتركت هذا الأسد الذي جاء مدافعا عن جسد الحسين وسأعود للحديث عنه لأن الحيوانات كانت جزءا من هذا المشروع مشروع واسع الملائكة أقبلت الجن أقبل لنصرة الحسين لكن الحسين منعهم لأن لأن المشروع كان يقتضي أن الإنسان أن الإنسان الكامل هو الذي ستدوسه حوافر الخيول المشروع كان يقتضي أن الإنسان الأعظم الذي سجد له الجميع السجود كان لحسين وليس لأبينا آدم أبونا آدم كان قبلة مثلما نتوجه للكعبة حقيقة التوجه لتلك النورية التي أشرقت في الكعبة إنها نورية علية نحن لا نتوجه للأحجار هذه الأحجار رمز رمز تشير إلى نوريتهم التي عنوانها علي صلوات الله وسلامه عليه آدم كان قبلة نوره نور محمد وآل محمد هو الذي أشرق في أبينا آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون الإنسان الأعظم الإنسان الأكمل الإنسان الأنور هو الذي ستدوسه حوافر الخيول فهويت إلى الأرض جريحا يا أيها الإنسان الأعظم يا أيها الإنسان الأكبر فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها هذا هو مشروع عاشوراء فكيف لا يأتي السجاد كي يشرف على دفن الأجساد الطاهرة وكيف لا يأتي السجاد كي ينصب معالم الطفوف كي تبقى علامة لله عبر القرون هذا هو الحسين يطوي الزمان هذا هو الحسين طوفان نوري لا تقف العوائق أمامه نذهب إلى فاصل تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع أبى العترة الطاهرة تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع فيبنى البتول وحسبي بها فيبنى البتول وحسبي بها ضماناً على كل ما أدعي ويبنى البتول ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى البتل حا سر الأنزعي ويا غصنها شما لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع أبا عبد الله يسير الوراء يسير الوراء بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي يسير الوراء بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت أنت وحدك أنت يا حسين وأنت أنت تسير ركب الخلود وأنت أنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي يا حسين تمثلت يومك في خاطري تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسنعي ترجمة نانسي قنقر